ما تحقق حول بغداد ثم قرطبا والقاهرة في زمن 70 أو 80 سنة لم يتحقق في أوروبا إلا على مدى ربما أربعة قرون إذن النهضة الأوروبية آنذاك من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر سارت بطيئة جدا وحوالي 1200 يجوز الحديث عن الجامعات الأولى الأولى بين المزوجتين باعتبار الجامعة تطورت عن المدرسة الأرقام التي تكتبوها بها الآن واحد جوج ثلاثة تقول الكنيسة أن بتحريمها لأنها أرقام الكفار بين المزوجتين خلال عشرين سنة من حياته الأخيرة انشغل بتوجيه انتقادات لاذعة لسلطة البعضوية هل لله وجود خارج الكون أم هو جزء من الكيانات الواقعية طبعا هذا التصور صعب صعب التسليح أو يصعب التسليم به اتراد اتراد أن الجيل اللاحق يحافظ يحافظ على الأقل على اكتسابات الجيل السابق فإذا لم تكن هناك قطيع فإذا تظل كل تقييماتنا يعني قابلة للإغناء والإسراء الأخير ترجمة نانسي قنقصة اشتركوا في القناة وَادَ مائز اشتركوا في القناة يوم كي تحمل ما قبح تحمل expenses معكم أيوب درازة وهذا بودكاست قابل إبداع متابعي تلفزيون إبداع الرقمي أهلا وسهلا بكم نواصل رحلتنا مع تاريخ تطور العلوم ونفتح في هذه الحلقة صفحة جديدة وهي صفحة بالغة الأهمية في سيرورة هذا التطور دائماً ناقص هذه المسائل مع ضيفنا الكريم الأستاذ الناصر البعزاتي أنا أيوب درازة وهذا بودكاست قابل إبداع أستاذي بن ناصر أهلا وسهلا بكم مجددا أهلا سيئيوب في الحلقة السابقة أو في حلقة سابقة كان الحديث عن مهضة شهدة العالم خلال القرن التاسع في أربع مناطق من بين هذه النهضات النهضة القسطنطينية والنهضة الكارولانجية وفي كتاب لك بعنوان نهضة أوروبا خلال قرن الخامس عشر تتحدث عن نهضة أخرى كما يشير لذلك العنوان فيما يتحدث باحثون آخرون عن نهضة أو ما يسمونه بنهضة القرن الثاني عشر في ظل هذا الاختلال أو دعنا نسميه التنوع ماذا يميز كل واحدة من هذه اللحظات من تاريخ أوروبا؟ فعلا يتحدث الباحثون عن من خلال الأسماء أو الأوصاف التي تعطي لها عن ثلاث نهضات نهضة القرن التاسع ونهضة القرن الثاني عشر ونهضة القرن الخامس عشر في أوروبا لكن لاحظ أن الفترة الزمانية تمتد على مدى ستة قرون الأقل معنى هذا أن هناك في تاريخ أوروبا محطات محطات قد تستمر جيلا أو جيلين أو ثلاثة أجيال مطبوعة بانقطاع واتصال حسب الملابسات التاريخية التي تسود حقبة تاريخية معينة ولكن نحن الآن سنركز على النهضة الأولى نهضة القرن التاسع ونصل إلى نهضة القرن الثاني عشر وهما لحظتان متميزتان لكل لحظة خصائص معينة إلى آخرين فما يسمى بالنهضة الكارولينجية نسبة إلى الملك الذي أصبح إمبراطور وهو شارل ماني أو شارل الكبير أو الأكبر الذي كان معاصرا لهارون رشيد والذي حكم حوالي ثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة كان أولا ملكا على منطقة في وسط أوروبا قبل أن يصبح إمبراطورا أي أصبح إمبراطورا عندما التقى البابا وتم الاعتراف به على أساس أن يبني المجتمع الأوروبي طبعا المجتمع الأوروبي في وسط أوروبا لم تكن كل أوروبا لأنه كانت هناك صراعات وهجوم إلى آخرين أن يبني أوروبا آنذاك ولكن بالتوافق مع السلطة الباباوية أن يظل البابا أو السلطة الثقافية الروحية العليا في هذه المنطقة فلنتحدث عن هذه الفترة لحظة شارل الماني إلى آخرين أول ما يتميز به شارل الماني هناك بعض الأمور التاريخية وربما سبق أن أشرنا إليها شارل الماني هو حفيد شارل مارتل شارل المطرقة الذي أوقف الزحف الإسلامي على فرنسا فلابد أن تصل إليه أخبار ولابد أن يكون لها نهو لازلت في أصدع تلك المعارك عند منتصفي أو قبيلة منتصف القرن الثاني وبدأت مرحلة شارل الماني هذا حوالي 770 أصبح ملكا على مناطق الآن تعتبر بين فرنسا وألمانيا وكانت العاصمة هي مدينة أخن وأول إنجاز لهذا الشخص وهو الشاهد على تحولات آنذاك ما هي طبيعة هذه التحولات التي كانت تحصل؟ تحولاته بأنه كان هناك تهديد من الجنوب يمثله التهديد الإسلامي في سرقلية في جزر الجنوب اليونان سرقلية والأندلس جزر الباليار الأخير كان هناك التهديد الإسلامي القوي وكان هناك تهديد آت من الشرق يمثله السلاف السلاف من الشرق يهاجمون أوروبا وسط أوروبا فتحصل هناك غنائم وسيطرة وتخريب الأديرة تخريب المدن المستحدثة وكان هناك هجومون من الشمال فبعد الهجوم الويندالي في القرن الخامس والسادس ووصل الويندال إلى شمال إفريقيا بل وبنوا هنا ما يشبه دولة بين تونس وجزائر حالي وهذه الدولة في شمال تونس روما استمر حوالي قرن أو أكثر من دالي من أين أتى الويندال؟ من أوروبا الشمالية وأول القرن التاسع في أوروبا كانت هناك تهديدات خارجية كبرى فهنا دعا شارلوماني طبعا لابد أن تسل الأخبار إلى هذا الإمبراطور قلنا ملك أصبح إمبراطور حول مفكرين يبرزون في بعض المناطق في شمال إسبانيا أو في شمال إيطاليا وإيرلندا فيدعوهم إلى أحن إكسلا شرق فكون كوكبة أو اجتمعت كوكبة من مفكرين حوالي لنقول حوالي العام 800 وأصبح هؤلاء يركزون على الدراسات اللغوية خاصة النحو لماذا النحو؟ من أجل ضبط اللغة اللاتينية وهي اللغة الأساسية التي كانت تستعملها الكنيسة من أجل تقريب النص الديني إلى الجمهور من أجل ضبط معانيه إلى آخره إلى آخره فتطورت الدراسات النحوية هناك بتشجيع من الكنيسة ولكن بالنسبة للحكام يهمهم التنسيق مع الكنيسة ولكن يهم أيضا تكوين ما يسمى بالكتاب والخطبة فلابد أن يشجعوا على دراسة ما يسمى بالخطابة أو فنون القول وبجانب النحو والخطابة هناك الجدل الجدل الفكري فيشكل هذا الثلاثي النحو والخطابة والجدل هو ما كان يسمى تريفيوم آنذاك هو الثلاثي في العلوم الإنسانية بالموازات مع الرباعي كوادريفيوم الذي تشكلهم ما كان يسمى بالعلوم العقلية الحساب والهندسة والموسيقى والفلك إذن هذا السباعي هو ما كان يسمى بالفنون الليبرالية آنذاك وهذا السباعي الفنون الليبرالية كانت على ارتباط وثيق بالمنطق والفلسفة والطب وما بين هذه الميادين إذن فبدأ تعليم هذه الأمور طبعا ليس بدءا بمعنى أن قبل ذلك لم يكن لا بل كانت هناك محاولات كانت هناك دروس تحت تأثير بوتيوس مثلا بوتيوس عرف بشروحه في الفلكي والحسابي والهندسة شروح بسيطة وكانت هناك شروح وتعليقات على بعض الموتون لأفلاطون وأريستون كان هناك خاصة كتاب شريحة كتاب أفلاطون بعنوان تيماوس وتيماوس هذا لعب دورنا مهما جدا لأنه يعالج مسائل في نظرية المعرفة وفي الكوسمولوجيا أي كيف هو العالم منتظم وما هي آليات انتظامه وهو طبعا السئلة إذا قسناها بفلسفة أفلاطون وأريستون فهذه أفكار بسيطة ولكن آنذاك في أوروبا كان هناك تفشي الأمية والجهة الإلاقية فإذن بتا يبرز نخبة في كلها إشعاع في أوساط النخبة المفكة إذن أمر شلوماني ببناء المدارس والإكثار من بناء المدارس ولن تكون الثمرة مباشرة طبعا يجب انتظار أربعين يجب انتظار أربعين جيل أو جيلين للأخير وعند موت شلوماني يظهر لي أن شلوماني توفي حوالي 805 بعد أن كما قلنا جمع نخبة أبرزهم شخص من أصل الإنجليزي هو الكوين الكوين هذا لعب دورا مهما في التخطيط التربوي والمدرسي لاحظ أن التخطيط أن الفكرة نفسه يحتاج إلى تخطيط كما رأينا مع المأمون وهارون رشيد الأخير إذن الشأن الفكري والعلمي يحتاج إلى تخطيط فكان هناك الكوين وهو نفسه كون بعض المتعلمين الأخير ولكن عند موت شلوماني حصلت هناك أزمة سياسية بين أبناء شلوماني فانقسمت الإمبراطورية الكارولينجية إلى على الأقل ثلاث مناطق فدام هذا الإضطراب ما يقرب من 30 أو 40 أو 50 سنة إلى أن برز واحد من أحفاد شارلومان يسمى شارل الأصلع الأصلع يمكن ما كانش عنده الشعر الشعر الأصلع لست أدري حوالي 850 أو 860 فأيضا جمع ثلة من هذه النخبة فعندما بدأ يبرز مثلا شخص في شمال إسبانيا يرحل إلى آخن يبرز شخص في إيرلندا أو إيلاتيرا يذهب إلى آخن من شمال إيطاليا أو من لومبارديا أو من منطقة جرمانية فيتجمع هؤلاء في الكوين نخبة بخصوص آخن الساد هذه المنطقة في هذه الفترة هل صارت في هذه الآونة يعني مركزا يتوجه إليه المفكرون من داخل أوروبا أم كانت قد تطورت إلى أن وصلت إلى مركز آل لم تصل آخن إلى مستوى بغداد ولا حتى قرطبة آنذاك كانت العلوم والفلسفة والفكر العقلي في بغداد وبعيدة بغداد في قرطبة وبعيدة قرطبة في القاهرة لم تصل آخن إلى هذا المستوى لأنه يجوز أن نقدم مقارنة وإن كانت المقارنة ليست دائما واضحة نبينة ولكنها تساعد تساعد عن الفهم فسبق أن تحدثنا عن نهضة بغداد وما حولها نهضة بغداد زمن هارون رشيد والمأمون والمعتصم أي خلال تقريبا ستين سنة أو سبعين سنة ما تحقق حول بغداد ثم قرطبة والقاهرة في زمن سبعين أو ثمانين سنة لم يتحقق في أوروبا إلا على مدى ربما أربعة قرون فيجوز الحديث حتى في سياق الحديث عن النهضة عما يمكن أن يسمى بتسارع تسارع الخصوب الفكرية فالخصوب الفكرية زمن بغداد زمن المأمون مثلا كان هناك كانت هناك ترجمة جدل فكري بين المتكلمين والفلاسفة والعلماء جدل فكري مثمر تذكر الجاحظ الكيندي الوراق كل هؤلاء جدل غني جدا كان هناك تنافس فكري نحن زمن المأمون والمعتصم إلى أخير وفي نفس الوقت تترجم علوم وتناقش وتجرى تمارين ومقارنات بين مثلا الأرقام اليونانية والهندية الأرقام الهندية دخلت تقريبا في نفس الوقت زمن المأمون على يد العالم الجبر الخواريزمي فكانت تسمى الأرقام الهندية فتقارب الأرقام اليونانية عندما تقارن بين شيئين وأنت مؤهل فكري فلا شك أنك ستأتي بأفضل منها تقارن بين شيئين فلا هذه الأرقام الهندية مع الصفر الصفر أتى من الهندية أيضا فطبعا فأصبح الحساب يتخذ شكرا سهلا في التناول بينما ظلت أوروبا آنذاك تستعمل ما يسمى الأرقام الرومانية وهي معقدة للغاية فإذا أردت أن تقوموا بعملية بسيطة في الحساب سبعتاش مدربة خمسة وعشرين بالأرقام الرومانية عمليات معقدة في الحساب ذي الأصل الهندية تمارين بسيطة إذا نلاحظ مما يشكل فرقا بينا في تسارع النهضة هنا وهناك إذن النهضة الأوروبية آنذاك من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر سارت بطيئة جدا منها مسائل تقنية ومسائل سياسية وإديولوجية ورغبة الكنيسة في التحكم في الشأن الفكري رغم مقاومة بعض المفكين وبعض الحكام إلى أخير ولكن لنعود إلى فترة شارل الأصلع قلنا وسائل الحكم حوالي ثمانمائة وخمسين أو ثمانمائة وستين وظل في الحكم حوالي خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة فكانت نهضة غنية شيئا ما لماذا لماذا؟ ظهر أناس أتوقلنا من إيرلندا وإنجلترا وسكوتلندا وشمال إسبانيا ومناطق أخرى ومن لومبارديا ومن فلورنسا لا نحن قبل أن تبرز فلورنسا لم تكن موجودا آنذاك إلا ربما بعض نحن في القرن التاسع نحن في القرن التاسع مثلا ظهر هناك فيلسوف أصله من إيرلندا وإن كان اسمه يحيل كأنه سكوتلندي يعني جون سكوت جون سكوت إيريجينال فهذا الفيلسوف طبعا هو معاصر الفيلسوف الكندي المقارنة أيضا هنا ستفيد ولكنه لم يصل إلى مستوى العمق الفكري الذي كان لدى الكندي ومعاصره جون سكوت إيريجينال هذا توفي حوالي 875 875 أو 776 إلى الأخير كما قلنا لم يكن في مستوى الكندي إلى الأخير ولكنه على أي حال لعب دورا في شهد المجادلات خاصة معه هو الفيلسوف مع المتكلمين أنا ذاك يعني اللاهوتيين أبرزهم شخص يسمته جودشالك أو يسميه الفرنسيون جودسكالك إلى الأخير فكانت هناك مناوشات فكرية مما فتح الشهية لكي يبرز أناس آخرون يتحلقون حولهم فيحاول تقريب المعتقد الديني إلى النخبة وأن يقربوا النخبة إلى المعتقد الديني ويكون هناك استئناف لتلك المسائل الدينية القديمة شيئا ما الصفات الإلهية القضاء والقدر حرية الفرد إلى أخير إلى أخير إلى أخير المسائل كمماثلة لما ترحث ضمن السياق الإسلامي فنقول عن هذه الفترة التي دامت حوالي ثلاثين أو أقل من أربعين سنة خاصة خلال الربع الثالث من القرن التاسع نسميها نهضة فكرية إلى أخير وطبعا كانت نهضة شيئا ما بارزة المعالم ولكن ما أن توفي شارل الأصل على هذا أيضا حتى عاد الإذتراب من جديد بين مناطق تحسب اليوم على ألمانيا ومناطق تحسب اليوم على فرنسا واللومباردية لومباردية شمال إيطاليا وقع إذتراب داما ربما حوالي ستين سنة أو سبعين سنة مع التأكيد على التهديدات من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال التي أشرنا إليها يظل كل هذه طبعا سيظل هذا الإذتراب حوالي سبعين أو ثمانين سنة إلى الربع الثالث من القرن العاشر من القرن العاشر الميلادي من خلال ما يسمع عن التطورات التي تحصل في المجتمعات الإسلامية لأن المسلمين أصبحوا يتحكمون في سيقلية والأندلس وجزر الباليار فتبلغ الأخبار إلى الشمال بطبيعة الحي وأن الكنيسة كانت لها أعين وأذان طبعا فنتصل بعض الأخبار فبرز ضمن هذا السيق علما بأن كما قلنا بنية المدارس وظلت تشتغل كانت هناك أديرة وظلت تشتغل وإن ببطء كانت هناك مدارس متنوعة التوجهات مدارس تابعة للدير مدارس تابعة للكنيسة مدارس يمكن أن تسمى مدارس حضرية توبنى مع المدن التي بدأت توبنى آنذاك أو بعد منتصف القرن العاشر فظهرت شخصيات منفتحة شيئا ما اذترارا لأنه أصبحت تهديد كما قلنا من الشمال والشرق والجنوب وأبرز شخصية آنذاك هي شخصية جيربير الأورياك جيربير هذا تعلم شيئا من الفنون الليبرالية التي أسمناها قلنا الثلاثي والرباعي ووصلت إليه أخبار ما يحصل في الأندلس الإسلامية التي كانت متطورة في كل العلوم آنذاك وبدأ يستعو نجم العالم الفلكي المجريتي المجريتي أي المدريدي آنذاك المجريتي هذا كون تلاميذ نبغوا في الفلكي والحسابي والهندسة الأخيرة في الأندلس لا شك أن هذه الأخبار تصلوا ولو مشوهة شيئا ما إلى هؤلاء وعلى رأسهم جيربير فأتاجر بهذا إلى أن يتوفى في بعض المدن الأندلسية على الأقل حول برشلونة برشلونة وربما وصل إلى قرطوبة وإلى إشبيليا أو إلى طوليتلا إلى الأخير فعاد إلى موطنيه في أوروبا وظل يتنقل بين المدن التي بدأت تبرزو مدينة ريمز غيم وبدأ في بناء يظهر لدير كلوني غير بعيد عن باريس ثم شمال إيطاليا ثم روما روما حيث البابوية يتنقل بين المناطق التي فيها حكم دنيوي لا يكي شيئا ما وعاصمة البابوية يحث الناس على الإقبال على دراسة العلوم نحن الآن نحن الآن 970-980 زار الأندلس كون فكرة وأصبح يخث الناس بل وساهم هو نفسه في التأليف بعض الكراسات بعض الكراسات في الحساب ويقال أنه بدأ هو نفسه يدرس الجدل الجدل طبعا وظيفته الأساسية آنذاك هي الدفاع عن المعتقد المسيحي ولكن هذا الجدل نفسه عندما يتم التعمق في آلياته أي كيف تتألف الأدلة وكيف يتم السؤال والجواب عن السؤال والاعتراض عن الجواب إلى آخره عند أواخل القرن العاشر لاحظ تطور الجدل بالذات في هذا الفضاء وكانت بطبع الحال آنذاك كان يمكن الجدل حتى في الفلكي والحساب والهندسة لماذا؟ لأنك عندما تجري تمارين تسأل جارك شخص أصله من إيرلندا يتمرن في الفلكي والحساب والهندسة يسأل شخص آتي من لومبارديا يتم التخصيب تخصيب الأفكار فينتج على ذلك تنافس وحوار وجدل وحتما تتطور الأفكار وإن ببطء شيء ما إذن فكان لجربل هذا دور مهم جدا في أن تبرز كوكبة بالمفكرين يمكن أن يصعب على استحضار الأسماء ولكن بالتأكيد كان هناك شخص أصله من إسبانيا وآخر من إيرلندا وآخر من إنجلترا وآخر من لومبارديا تصور فيلتقون في الوسط أين الوسط؟ ريمس باريس ليون هذه المنطقة لأن في وسط أوروبا وفعلا هذه المناطق شكلت يعني نقط من أجل التقاء الأفكار من آفاق من أجل تخصيب الأفكار الأخيرة إذن أين نحن؟ نحن عند بداية القرن الحادي عشر وجربل هذا بدأ مفكرا عاديا ووصل إلى البعضوية عن طريق اتصالاتهم يحس الناس على العمل وتنظيم اللقاءات لاحظ تنظيم اللقاءات وكأن الأمر يتعلق ب تخطيط من أجل امتلاك المعرفة لاحظ هذا الشخص أصبح بابا متى أصبح بابا ربما حوالي 992 وهو توفي ربما ألف ألف عشراء أو شيء من القبيل بعد أن كون كوكبة من المفكرين إذن لاحظ إذن المدارس في هذه اللحظة نحن في السنوات الأولى من قرن الحادي عشر المدارس تتطور تغتني يتزايد أعداد المقبلين على هذه المدارس ويتزايد التنافس بالمدارس التابعة للدير والكنيسة والمدارس الحضرية إلى آخرين تطورت المدارس آنذاك وانفتحت وتطورت هذه العلوم يسمى الفنون الليبرالية والجدل اللاهوتي الجدل اللاهوتي كان يتعلق الأمر فيه بالرد على المخالفين شكنهم المخالفون أساسا الموحدون تذكر ما قلنا عن الموحدين أريوس أتبعوا أريوس انتشروا في الآفاق وفي المناطق البعيد ذكرنا الويندال جل الويندال كانوا أريوسيين أو موحدين ثم في مناطق في شمال ألمانيا إلى سكوتلندا انتشر الموحدون بينما الكاتوليكيين وعاصمتهم روما كان عليهم الرد على هؤلاء إذن المجادلات استمرت ثم بدأت اجتهادات من أجل الرد على المعتقد الإسلامي لأن المعتقد الإسلامي بالذات أصبح يغري بعض من النخب وهي أمر عادي جدا طبعا فمن الصعب جدا على مسيحي متنور أن يقتنع ببعض الأمور من التثليث والتجسيد أن يسمع مثلا شخص يؤمن بالإله أن يسمع عن مريم أنها أم الإله من الصعب استساغتها أم الإله فكان لابد أن يطور الجدل وشيء فشيء يصبح جدلا فلسفيا وفعلا عند منتصف القرن الحادي عشر الأخيرة بدأ الناس ينفتحون على بعض النصوص أفلوتون وأريستون طبعا نقول بعض بعض النصوص كانت معروفة ولكنها قليلة ولكن هذه النصوص أصبحت تزايد يوما عن يوم فأصبح هناك انفتاحون يوما عن يوم يغتنين انفتاح على الفكر الفلسفي ثم المنطق إذن نحن عند بعد منتصف القرن الحادي عشر وبدأ التصورات مثلا حول ما كان يسمى بمسألة المفاهيم الكلية مثل المفهوم الفرس هل مفهوم الفرس هو إنشاء ذهني عقلي فقط أم له وجود في وقائع في العالم الواقعي أو نقاش نظري نقول إبسيمولوجيا عادي ولكن عندما تذهب به المجادلات الدينية فيصبح الأمر محرجا من أجنه هل الله هل الله وجود خارج الكون أم هو جزء من الكيانات الواقعية طبعا هذا التصور صعب صعب التصديق أو يصعب التسليم وتصعب استساغته إلى أخير ولكنه طبعا لا بد أن يصل النقاش إلى هذا المستوى ظهر شخص يسمى غوزل أو روسلين أتى بتصور يسمى عادة بالتصور الإثماني نوميناليست إثماني أي أن المفاهيم الكلية هي إنشاءات عقلية ولا وجود لها في العالم الواقعي فما نره في الواقع هي الفرس 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 والعقل يكون فكرة كلية فيسميها الفرس إلى أخير طبعا هذه المناقشات البسيطة هي بسيطة ولكن كانت تلعب دورا في شحد القدرات العقلية على إنشاء الأحكام والدفاع عنها إلى أخير أفتح قوسا في نفس الفترة إزدارت هذه الأمور في المجتمعات الإسلامية ربما بكيفية أقوى خاصة في مناطق بخارة وسمرقند وتشقند إلى أخير حيث كان البيروني وابن سينا وتلاميذهما إلى أخير كانت هناك مجادلات ومؤسسة لا تنسى أنه سبقا أن نقول بأن هذه المناطق عرفت نقاش فكري مغني حتى قبيل الإسلام لا تنسى هذا حيث التقت تقاليد صينية وهندية وفارسية ويونانية إلى أخير وأصبح هناك تفكير في السؤال والجواب والاعتراض عن الجواب وإلى آخره شيء مماثل لهذا في هذه الفترة أيضا حصل في أوروبا عند منتصف أو بعيد منتصف القرن الحادي عشر فنلاحظ أن هناك أفكار فظهر من يمكن أن نسميهم بعلماء علماء الإلهيات يطرحون مسائل حول الخلق الصفات الإلهية إلى آخره شيء مماثل لما حصل لدى المسلمين فظهرت بعض الشخصيات شخصيات معروفة لعبت دور مهما جدا قد لا أستحضر الأسماء المتطورة المجادلات الفلسفية وعند المنعطف أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر ستتور هذه المناقشات بكيفية مضطردة وعند أوائل القرن الثاني عشر ستبرد شخصية مفكر بسمه أنسلم أنسلم الكنتربوري هذا نسبة إلى مدينة كونتربوري جنوب إنجلترا ربما أصله إيطالي ولكن عاشي كثير في فرنسا ولكن أنا ذاكم تكون هناك حدود جغرافية بهذا الشكل هذا الشخص أنسلم لعب دور مهما جدا ومن خلال مجادلاته مع آخرين لعبت هذه المجادلات دور أساسيا فظهر شخص اسمه أبلاغ أبلاغ وكان مدرس ضمن هذه المدارس التي تطورت في باريس وحول باريس هذا الاسم لعب دور أساسي فيما يسمى بنهضة القرن الثاني عشر نهضة القرن الثاني عشر ولكن هذه المجادلات قلنا تطورت وإن ببطء ولكن حول المحتوى أشرنا إلى دور ما كان يسمى الفنون الليبرالية ولكن كانت هناك بعض اللحظات التاريخية المهمة جدا برزت بعض الشخصيات وأبرزها شخص باسم كونستنتين الإفريقي كونستنتين الإفريقي الإفريقي هنا بمعنى التونسي إفريقي آنذاك هي تونس كونستنتين الإفريقي هذا واضح أن أصله تونسي ومن اسمه واضح أنه مسيحي لأنه آنذاك حتى في المغرب قبل المرابطين وبعيد وخلال الحكم المرابطي كان هناك كان هناك مسيحيون كان هناك مسيحيون وعلى صلة بما يحصل سواء في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع المسيحي على صلة بنوع ما من الكثافة لأن الأخبار تتنقل هذا الكونستنتين الإفريقي كان طبيبا ولد عند بداية القرن الحادي عشر وتوفي ربما حوالي ألف وكدو تمانين لعب دورا مهما جدا إذ ارتحل إلى سقلية وربما إلى جنوب إيطاليا فبادر إلى اتصل برجال الكنيسة فبادر إلى الترجمة ترجمة الكتوب الطبية من العربية إلى اللاتينية أنا ذاكي أين نحن نحن عند منتصف القرن الحادي عشر وتعرف الترجمة فلمجرد أن تترجم كتابا واحدا في الطب مثلا أنا ذاك لابد أن يكون هناك ذكر لأطباء البقرات جالينوس والرازي وابن سينة أي لابد أن يتم هناك ذكر لأعمدة علم الطب أنا ذاك والقارئ والحاضر في الترجمة طبعا الترجمة عرفوا الترجمة وإن كان ينجزها فرض واحد ولكن لا بد أن يتحلق حوله أشخاص آخرون على الأقل ينظرون في العمل على الأقل فلا بد أن تكون الترجمة هنا أن تشكل ورشة جماعية نحن الآن بعيدة منتصف القرن الحادي عشر وإلى الشمال نحن الآن أين في سقلية والجنوب إيطاليا وإلى الشمال الفنون الليبرالية وجدالون فكريون فيكفي أن تصل هذا بداك فتحصل خسوبة فكرية غنية وفعلا فعلا لا أتذكر منفعا ذلك بدأ تأسيس المدارس جنوب إيطاليا أيضا من بين ما يدرس فيها الطب ربما تأسيس المدارس الأولى حول باليرمو داللي باليرمو الجنوب الغربي من سقلية ثم شيئا ما شماء جنوب إيطاليا حول ساليرنو بالقرب ما يسمى جبل كاسينو منتي كاسينو جنوب روما فلا بد أن تنتشر الأفكار لأن حاملي الأفكار يتنقلون بين المناطق ينقلون الأخبار ينقلون ما يجري بين الشمال والجنوب طبعا إذن كانت هذه اللحظة فترة مهمة جدا أي بعد منتصف القرن الحادي عشر تطور في الجدل وتطور في أو بداية بداية مزوجتين بداية الترجمة خاصة لكتوب الطب إلى آخره السؤال حول متى بدأت اتصالات اتصالات الأوروبيين بالعلوم المنقولة من لغة العربية من الصعب أن نأتي بتاريخ مضبوط ولكن جل الباحثين يقولون أنه عند أواخر القرن العاشر أي زمن جغبع بدأت اتصال الأوروبي بالعلوم عن طريق الأندلس وسقلية وحتى سوريا أنطاكية إلى آخرين بدأت وبداية الحروب الصليبية متى بدأت الحروب الصليبية في نفس الفترة حوالي 1080 ربما 1080 1985 1990 خلال الحروب الصليبية لا يتي لا ليس هناك فقط عنف عنف يقتل لكن أيضا إطلالة على الخزانات فهناك عنف يقتل وهناك تنقل المعارف لاحظ إذن هناك من يقول بأن اتصال الأوروبيين بالعلوم كان عند أواخر القرن العاشر الميلادي ولكن هل كانت هناك ترجمة موفقة أم لا تعرف أنه إذا ترجم شيء ما وتبين بعد 20 سنة أن الترجمة سيئة الغالية ماذا سيفعل بالترجمة ستمزق في الغالب ويبعضر إلى ترجمة أخرى إذن فمن الصعب تعيين التواريخ بالضبط لعل الباحث سيتمكن من ذلك فيما بعد لعلى ذلك ولكن عند أواخر القرن العاشر هناك اتصال وعند منتصف القرن الحادي عشر هناك اتصال أكثر وعيا بهذه الأمور سنتحدث بشكل أكبر عن هذه المسألة فينا المقيف المشور الترجمة لكن قبل ذلك دعني أتساءل معك في ظل كل هذه المطيات التي تصل في ضع الأحيان للحدي تظهر والمطيات غنية ومتنوية في ظل هذا التنو سؤال هل يمكن تحديد اللحظة التي حصل فيها تمييز أوروبا حضاريا تمييز عن الأنسجة الثقافية الأخرى لحظة التمييز يعني التمييز بالذات هناك تمييز للثقافات واختلافات في الثقافة منذ منذ البدايات بين المزوجتين البدايات نحن نتحدث عن البدايات دائما بين المزوجتين لأن لا نعرف ما كان قبل هذه البدايات المفترضة فهناك تمييز أصلي لأن المناقشات بين الموحدين والمثلثين والكنيسة كان هناك شيء مماثل لهذا في الحضارة الإسلامية لأن قلنا مثلا كل من الجاحض والكندي وأبو عسل والراق كل ما كتبوا ضد المسيحية ولكن ركزوا عن التسليش ولكن طبعا في سياق مغير لأن هؤلاء يأتون بالإسلام كبديل يعني الإسلام يقدم نظريت عن الألوهية مستسغى عقليا على الأقل في التأويل المعتزلي خلينا من المجسدين المشبهة ما يسمى المشبهة والحشوية والذين يقولون أن لله يدا نخلوها دون لكن التوحيد المنزه للذات الإلهية الأقل هناك تشوى مماثلة شيئا ولكن بالنظر إلى الخلفية الثقافية هناك اختلاف إذن هناك التمييز منذ البداية ولكن إذا كان المقصد بالتميز يقصد به التفوق فهذا شيء آخر ما أقصده بسؤالي هل أمامنا ما يكفي من المعطيات التاريخية ما يمكننا من تكوين فكرة واضحة عن اللحظة التاريخية التي برزت فيها ربط الحضارية أو حضارة لا هذه فترة متأخر شيئا ما يمكن أن نقول بأنه بالتقريب منذ أواخر القرن الرابع عشر بدأت أوروبا تطور عميدتها الفكرية والحضارية ولكن سنعود إلى حقبة تاريخية بما أنها متميزة سنعود إليها إلى آخر ولكن الخزان المعرفي الحزان الحزان المعرفي الذي كان يروج في المدن الإسلامية كان أهم وأغنى ولكن قلنا أن هناك مشاكل التواصل والاتصال كانت هناك كتب مخزون شيئا ما والاتلاع عليها كان فقط من بين قلة حتى من ناحية العددية من ناحية العددية أصبح عدد العلماء في المجتمعات الإسلامية يقل شيئا ما وإن بدرجة ضئيلة ولكن وإن بدرجة ضئيلة فهو يقل في أوروبا العكس يتزايد عدد المهتمين بهذه الفنون الليبرالية أو العلماء يتزايد وإن بعدد ضئيل ولكن تلك هناك تزايد أنا أسميه بدأ هناك اتراد اتراد أن الجيل اللاحق يحافظ يحافظ على الأقل على اكتسابات الجيل السابق لم تكن هناك قطيعة لم تكن هناك قطيعة وإن كان هناك التوقف فهو في لحظة معينة ولكن هنا الفضل لمن أو الفضل لأي جهة آنذاك هنا سنتحدث عن دور الجامعة الآن الآن ذكرت مسألة محتاج إلى الاستفادة فيها وهي مسألة الجامعة سنتحدث عنها لكن دعني أتسأل معك قبل ذلك عن دور الترجمة تحدثت قبل قليل عن هذه المسألة هل لك أن تغطيح لنا أكثر دور الترجمة في إدراء الفضاء التقافية الأوروبية وهل كانت هناك ترجمة من اللغة اليونانية قبل الاتصال باللغة العربية أم أن الترجمة من اللغة العربية كانت هي الغالية نعم سؤال في محله ذكرت الآن دور قصتين الإفريقي هذا في نقل علوم الطب إلى آخر قلنا بعيدة منتصف القرن الحادي عشر قبل هذه اللحظة وخلال هذا الوقت لم تكن هناك ترجمة ما من اللغة اليونانية يمكن أن نقول لا ترجمة ولكن كانت هناك بعض النصوص قد ترجمت منذ قبل من اليونانية إلى اللاتينية خاصة مثلا ترجمت وتعليقات وشروح قام بها عالم هو بوتيوس بالفرنسي يكتب بوائس بوتيوس هذا توفي سنة 525 لاحظ بعد بعد موت الإماراتوريا الرومانية وانقسام الدولات والإمارات في أوروبا فإذا ترجمات وشروح وتعليقات بوتيوس هذا وقبيل بوتيوس كان هناك شرح قام به شخص باسم كالسيديوس أو كالكيديوس ربما في القرن الرابع الميلادي له شرح على كتاب تيماوس لأفلاتون وقلنا هذا الكتاب مهم جدا من حيث النظرية المعرفة ومن حيث الكوسمولوجيا ترجمة وعلق عليه إلى خيره هذه الكتابات ترجمت من اللغة اليونانية ولكن النصوصة قليلة وتقف عند بعض الأمور الأولية يظهر لأن شرح بوتيوس يقف عند الكتاب الأول من الأصول لأوكليدس الكتاب الأول وهو بسيط شيئ ما وكان هناك أشخاص آخرون وبعض منهم من شمال إفريقيا واحد تسميته كاسيودوروس واحد تسميته مارتينوس كابيلا لهم بعض الكتابات واحد حول احتفاء عطارد والشعر كده وكده يعني عنوين رمزية وتحتوي مضامين علمية بين مزوجتين ولكنها بسيطة إلى آخر إذن منذ زمن بوتيوس قولنا توفيح الـ 525 إلى القرن 11 لم تكن هناك ترجمة معينة من اللغة اليونية بل ويمكن أن نقول بأن اللغة اليونية كانت مجهولة في أوروبا اللغة اليونية كانت مجهولة لا يمكن أن نجزم لا يمكن أن نقول بأن لا أحد كان يعرف اللغة اليونانية لماذا؟ قد يكون هناك شخص ما يعرف شيء من اللغة اليونانية ولكن بما أن اللغة اليونية كانت محسوبة على الوثانيين فهي شيء حرام شيء حرام لاحظ لأن الكنيسة كانت تحرس على وضع يدها على الفضاء الثقافي والفكري الأخير إذن فهناك أمور لا يمكن أن نجزم في شأنها إنما الترجمة من اللغة اليونانية اللحظة البارزة هي حوالي هي عند القرن الثاني عشر حوالي الفمية وخمسة وعشرين حوالي الفمية ومية وعشرين أو الفمية وثلاثين أي نحن الآن عند الربع الثاني من القرن الثاني عشر برز شخص يظهر اسمه جاك البندقين أصله من إيطاليا ولكن أين برز في شمال فرنسا عند جبل داخل في البحر لموسا ميشل لموسا ميشل فهذا الشخص ترجم كتابات أساسية لأريستو خاصة التي لم تكن معروفة حول المنطق وفلسفة الطبيعة فلسفة الطبيعة آنذاك هي الفيزياء والمسائل وما بعد الطبيعة أي مسائل تتعلق بأسس المعرفة وآليات البناء والإنشاء فشكلت لحظة مهمة جدا في التعرف على النصوص بعض نصوص أريستو ولكن هذه النصوص كانت تقرأ باللغة اللاتينية عند ترجمتها من خلال الفارابي وابن سينا إلى آخرين إذن يمكن أن نقول أنه خلال الربع الثاني من القرن الثاني عشر كانت هناك ترجمات من العربية واليونانية والعبرية في نفس الوقت فلابد أن يقارن المفكر الأوروبي آنذاك بين هذه الترجمات وأن تتكون عنده ملكة التحليل والنقد وليس صدفة أن هذه اللحظة ما قلنا الربع الثاني من القرن الثاني عشر هي اللحظة التاريخية التي برز فيها اسمه أبيلار أبيلار هذا الذي قلنا يشكل لحظة أساسية في تطور الجدل والدعوة إلى المنطق وبروز شيء سمي أن ذاك بالمنطق الجديد المنطق الجديد ويقصد به المنطق المترجم لا زال طاريا بين المنطق الذي كان يعرف عن طريق الفرابي والآخرين كان يسمي بالمنطق القديم سمي بالمنطق القديم إلى آخرين إذن قبيلة أو عند منطسة في القرن الثاني عشر تطور الجدل ولم يكن فقط جدلا لاهوتيا بل أصبح جدلا فلسفيا بعد الاطلاع على الجيد الأجود شيئا بالمقارنة مع ما كان موجودا الجدل الأفلاطوني والجدل الأرستي والجدل عدرواقي الذي كان هو عنوان المنطق إذن عند متصف القرن الثاني عشر أصبح التحول شيئا ما يتخذ صياغا أكثر عقلية أكثر وعيا إلى آخر فتطورت المدرسة كمؤسسة لماذا كلنا تطورت المدرسة من حيث العدد الآن الآن كمؤسسة والتطور أصبح كيفيا يعني كيف كيف الجدل أصبح يتخذ شكرا أكثر صراحة أصبح التساؤل حول الأوليات ما يسمى البديهيات والمسلمات إلى آخره إلى آخره وأصبح هناك جدل فلسفي ينافس الجدل الذي كانت تطغى عليه للاعتبارات اللاهوتية إلى آخرين وأبلار هذا هو قصص محل بن حزم قصص غرامية قصص كذا وأيضا كانت ذا دور وعرف وعرف بمزاجه شيئا ما المستفز المستفز كان مشاكسا متحمسا للفلسفة والجدل والمنطق إلى آخره فكان له دور مهم جدا في هذه النهضة المسمات بنهضة القرن الثاني عشر ونهضة القرن الثاني عشر قولنا نتجت عن أول تطور الجدل تطور الترجمة وهي التي أصبحت وهي التي جعلت مؤسسة التدريس والتعليم تنتقل من لحظة إلى لحظة مغايرة تماما وأيضا في هذه الفترة أي بعيدة منتصف القرن الثاني عشر ستتخذ الترجمة أيضا شكل أو صيغة متميزة تماما لأنها هنا بعد منتصف القرن الثاني عشر أصبحت الترجمة تتخذ صيغة مؤسسية مخطة لها بإحكام كيف أصبحت الترجمة تتم تحت وصاية السلطة البابوية والسلطة السياسية في نفس الوقت الترجمة تتم في سقلية وفي طوليطلة الأندلسية وفي الشرق أنطاكية وربما حتى في جزيرة كريت وإلى آخر أصبحت الترجمة منظمة مرتب لها وبرزت شخصيات فاعلة تصل فعلة ترجمة بالمؤسسة الدينية وبمؤسسات المدارس مثلا فيترجم كتاب في الفلك لنفترض في طوليطلة بباشرة تصل نسخة إلى روما ونسخة إلى باريز باريز آنذاك لعبت دورا مهما جدا في الربط بين مجهودات لأفراد ينتمون إلى مناطق متعددة من أوروبا فيأتون إلى بولونيا شمال إيطاليا ثم باريز ولاحقا إلى أوكسفورد ومونبولي نشأت فيها مدرسة عرفت بتعليم الطب استفادة من الطب الأندلسي طبعا إلى خير إذن بعيدة منتصف القرن الثاني عشر أصبحت الترجمة منهجية وبرزت شخصيات معروفة واحد اسمته جوندي ساليفوس أو جوندي شاليفي أنا أسميه جوندي شاليفي هو شخص آخر وأسماء كانت تنسق بين أعمال هؤلاء وأولئك في مناطق مختلفة والكنيسة في طليتلة طليتلة كانت فيها حركة علمية حتى تحت ظل الحكم الإسلامي ولكن أخذها المسيحيون طليتلة عام يظهر لألف وخمس وثمانين طليتلة أصبحت مسيحية ولكن ظلت هناك قلة من العلماء المسيحيون بعضهم مسيحيون بعضهم مسلمون بعضهم يهود فتدفقت العلوم من العربية إلى العبرية واللاتينية منذ حوالي ألف مية ولكن حوالي ألف مية وستين وسبعين تدفقت الترجمة بكيفية كما قلنا ممنهجة ومسطر لها ومخططة لكي ترحل العلوم من الجنوب والشرق إلى الشمال إذن لاحظ أن خلال هذه الفترة أي عند نهاية القرن الثاني عشر اعتمدت الترجمان من طرف البابوية كآلية من الآلية الأساسية للتخطير نعم وأصبحت مسألة مسألة برامج حياة إذا أردت وبطبع الحال برز أناس من داخل الكنيسة يشجعون على الإقبال على الترجمة وعلى العلوم العقلية وعلى الجدل الفكري إلى آخر طبعا لابد أن نشير إشارة مهمة عندما نقول أن الكنيسة كانت حريصة على أن تراقب ما يجري في المدارس بالطبع هذا الأمر كان ولكن لابد أن تبرز ضمن مؤسسة الكنيسة ثلة من الناس يحرصون على المراقبة ولكن أيضا يحرصون على ضرورة الإنفتاح والأخذ من التجارب الأخرى إلى آخر وكان الأمر يتعلق بموازين قوة بمناسبة حديثكم عن الجامعة والحال أنه لا يمكن الحديث عن نظرة عمية دون الحديث عن ضر المؤسسات وحديثنا هنا عن مؤسسة الجامعة بالذات متى متى برزت أول جامعة في أوروبا نعم أيضا من الصعب جدا الحديث عن أول جامعة فأنت الآن يمكن أن تفتح كتابا أو أن تنظر في مقالة مثلا تقول لك أن فلان كان يدرس في جامعة بالرمو مثلا أو سالرنو كذا في جامعة هكذا في القرن العاشر طبعا استعمالوا لفظ الجامعة هنا يعني جامعة بمعنى الجامع هو لغويين في الحقيقة بحل في التسليق الإسلامي اسم universita في اللغة اللاتينية universita لم يكن يقصد بها ذلك البناء المعماري التي تدرس فيه universita كان يقصد بها جماعة من الساتذة والطلاب جماعة من universita univers جامع أي جامع تكتل من مجموعة الأشخاص الأخير الأخير فإن كان هناك تماثل بينما كان يجري في العالم الإسلامي والعالم المسيح هل كانت هناك جامعة في القرن العاشر تجاوز كما يقال جامعة القرويين مثلا أهل القرويون هل كانت بنفس التنظيم التي تنقله المصادر التاريخية عن جامعة القرويين أو جامعة القرويين وهذا كلام طبعا لا يخلو من تجاوزات هل كانت هناك هل كان هناك كيان في القرويين يمكن أن نسميه بالجامعة كما نسميه الآن الجامعة طبعا هناك اختلاف ولكن للأقل تنقل المصادر التاريخية على أنه كان هناك تمييز وكانت هناك يعني بعض البناء المؤسسات نقول وهو هذا والأساس يمكن أن نسميه جامعة ولكن سؤالنا الأساسي في هذا الباب يعني نحن لسنا في باب أنه ناقش التطاصيل جامعة القرويين ولكن على سبيل المقارنة فقط هل يمكن أن نقول أنه كانت هناك بوادر لمؤسسات يجتمع فيها المفكرون للتطوير النظر العلمية نعم في سياق ما نسمي عامة المدارس لنقول حتى في أوروبا لمدارس كنت متنوعة قلنا مدرسة تابعة للدير مدرسة تابعة للكنيسة مدرسة تابعة للكاتدرالية مدرسة تابعة مدرسة حاضرية إذن كانت هناك أنماط من المدارس وتختلف حسب المناطق مثلا ثم التخصص بعض المدارس يطغى فيها تعليم الطب مثلا في مونبولي منذ حوالي ألف مية ربما ألف مية بالتقريب ولكن تقريبا لا حضور للفلسفة مثلا جامعة أوكسفورد حول أفو ميتين مثلا إطافيها نستو أدري علم البصريات مثلا ولكن لم تكن فيها الفلسفة إلى آخره إذن المدارس بالذات كانت متنوعة متنافسة وحريصة على أن تستقطب أساتذة وطلاب وعندما نقول الجامعة كما قلنا قد تجد شخصا يقول جامعة كدا حول ألف مية جامعة كدا حول ألف مية وعشرين إلى آخره وقد تجد في دراسة مثلا سبقا طلعت على مقالة نسيت متى أن جامعة باريس أسسها الملك أو وضع أسسها الملك فيليب أوغيست سنة 1200 هذه المدارسة تتأسس بمبادرة ملك فقط ولكن الكلام الذي يمكن التشبث به هو أن الجامعة ليست أبنية معمارية جديدة هو الأمر يتعلق بتطور تلك المدارس والأديرة مثلا دير كلوني تطور وأصبح بعد أن كان فضاء لنسخ الكتوب والقراءة أصبح فضاء للتدريس والجدل والبحث إذن المدارس بمختلف أنواعها محكوم عليها بالتطور وتطور الجدل ضمن المدارس مع أبيلار والآخرين كان في المدارس ولكن هناك كثرة من النظار اليوم يربطون تطور أو بروز الجامعة يربطون بإسم أبيلار هناك هناك وجهات نظر فيجب النظر إلىها كلها لا يجب الاكتفاء برأي واحد فقط المهم هو مؤكد أن هذه المدارس تطورت وحوالي 1200 يجوز الحديث عن الجامعات الأولى الأولى بين المزوجتين باعتبار الجامعة تطورت عن المدارسة الآن المدارس بالذات هل أخذت نماذج تنظيماتها من المدارس الإسلامية على ما تستفهام ماذا أخذت قد يكون طبعا قولنا أن الأخبار كانت تنتقل لابد أنهم استفادوا ولكن ماذا ما هو حجم المستفاد من الصعب جدا أن تأتي بكلام حاسم في هذا الأمر لماذا من الصعب أن تقيس مدى استفادته فكرة ما من فضاء آخر نعطل البتال هناك مثلا تحدث تحدثنا الآن عن الترجمة ترجمة كتب أريستو التي تمت في جبل سميشيل هناك واحد دارس واحد دارس يظهر بسمه جوجنهايم ادعى أنه كان يمكن أن تحصل نهضة فكرية في أوروبا دون استفادة من الترجمات من لغة العربية مثلا باعتبار أن النهضة الأوروبية ها هي قد استفادت من ترجمة المباشرة لأريستو الأخير لا شك أن هذا الرأي لا يجب تبخيسه ولكن في كونه في كون الكتاب في بعض الأخطاع حتى في الأسماء المسلمين مثلا هناك بعض الأخطاع فنقول هذا الشخص لم يكن مطلعا على ما كان يحصل من ترجمة من لغة العربية فنضعه في محل إلى أخير قد تكون هناك استفادة مباشرة من لغة اليونانية ولكن هذا يمكن إنكار لأنه الاستفادة كانت قد بدأت قبل هذه اللحظة من الترجمة كل هذه اللحظة كانت خلال الربع الثاني من القرن الثاني عشر وقلنا أن قسطنطين مثلا سابق هذه الفترة إذن فإذا أردت أن تكون أو أن تكون تصورا متكاملا فيجب أن تتوقف عند كل التفاصيل ولا يمكن لك أبدا أن تكون محصلا لكل التفاصيل كثير من الأمور تمزق بعض الأمور تنسى بعض الأمور يسكت عنها إلى آخره إلى آخره ولكن لنقول لنقول أن الجامعة قد برزت كمؤسسة فاعلة حاضرة عند أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن اللاحق أي ثلث عشر كمدرسة متطورة وأصبحت تخطط لأن تكون لها آليات تنظيمية متميزة عن المدارس السابقة مثلا في تنظيم الدروس في توظيف الأساتذة مرتبات الأساتذة كيف تنظم علاقتها مع السلطة البابوية كيف تنظم علاقة الجامعة كيف تنظم علاقتها مع الحكم المدني المدني بين المزوجتين يعني كانت في الغالب استبداد أنظمة استبدادي طبعا وكان هناك صراع بين هذه الأنظمة المدنية بين المزوجتين والبابوية كان هناك صراع كل واحد يريد أن يراقب الجامعة فترى والجامعة نفسها التي برزت كشكل تنظيمي نقابي تعاضدي لابد أن تبرز هناك نخبة كي ترتب علاقتها مع هذه الجهة وتلك لكي تكتسب كيانا مستقلا شيئا مع ولهذا منذ أوائل القرن الثالث عشر أصبحت الجامعة تكون قوة مؤسسية تنافس السلطة الدينية والسلطة المدنية إلى أخير حديثكم لو سمحتم عن هذه المدنائية دعنا في البداية نتساءل عن البدايات حتى نفهم مآلات هذه التي أوصلنا إلى أن تبلغ الجامعة هذا المستوى من الاستقلال النسبية الاستقلال النسبية نحن الآن عند بداية القرن الثالث عشر دعنا إذن نتساءل فقط يعني البدايات في ظل هذه التنائية أقول حول من الذي ساهم في تأسيس هذه الجامعات هل هي سلطة البابا والسلطة التي تسمعنا ذاك الدنيوية أم أن كيانا آخر ساهم أو كان هو المساهم الأساسي في هذا التأسيس من خارج هذه التنائية نعم لنعود لنعود إلى أواخر القرن العاشر ثم القرن الحادي عشر نمو المدن وبناء مدن جديدة وظهور نشاط حرفي حرفي بداية صناعات مثلا صناعات الورق الزجاج قطع الأشجار شق الطرق تدريجيا طبعا مما يسهل تنقل القوافل التجارية القرن الحادي عشر أيضا بناء المدن وظهور التجارة ثم بروز أو راش لتكوين صناع لتكوين تقنيين لتكوين تقنيين تعلم الحساب الهندسان ما يسمى المساحة إلى آخره إذن بروز مهن وحرف جديدة هؤلاء لابد أن يحرصوا على الحصول على قدر معيم المعلومات من الفلون الليبرالية إذن لدينا مشأة المدن والتقنيون وحرفيون مهن جديدة إلى آخره فتكونت نوع من تعضوديات نوع من تعضوديات هذه تعضوديات باسم كوربوراسيون أو تعضوديات أو نقابات أو المهم تنظيمات حرفية كما كان الأمر في المجتمعات الإسلامية فتذهب مثلا إلى فاس في ذاكلو يمكن أن تجد تنظيم حرفي لعمال الجلود عمال خشب إلى آخره ينتظمون من أجل تنظيم مهنتهم والدفاع عن مصالحهم ومثالة التسويق والتنافس إلى آخره إلى آخره إلى آخره فشيئا فشيئا تقوت هذه التنظيمات الحرفية وعندما كثرت أعداد الأساتذة والتلاميذ في المدارس فبدأ أنها أصبحت تكول قوة اجتماعية بعد أن كان عدد المدرسين في أوروبا كلها هي بعض العشرات عند أواخر القرن الحادي عشر أصبح العجارات مئات أي أصبح يشكل قوة اجتماعية فاعلة فلابد أن يتداول هؤلاء في تنظيم الدروس نظام الأداء وش تلميذ سيخلص أو لا من يؤدي مرتب الأستاذ طبعا الكنيسة تقترح أن تؤدي مرتبات ولكن شرط أن تضع أعينها على المقرارات وهكذا والسلطة المدنية تقترح وقتراحات الأخيرة فهذه السيرورة وهذا التنافس وهذا التنافس لا بد أن تبرز قوة اجتماعية معينة تريد أن تفرض آراءها وأحيانا يكون هناك عنف أحيانا يكون هناك عنف هل كانت في هذا السرعة كانت من الحضارات ثلاث يوم طبعا الجامعات نفسها عرفت حلقات عنف دموي دموي داخل الجامع فهناك دارسون الآن يعطونا حتى بعض الأرقام كان هناك موتى موتى ولأن التلاميذ أنفسهم لم يكون يشكلوا تيارا واحدا طبعا ما هو مسموح به من الوقت هل يمكن أن تسوق لنا بعد الأمثلة في هذا لا هناك صراعات من هو تابع للقصر ومن تابع للبابا ومن تابع هناك سراعات بين من قرأ جيدا الفرابي وابن سينة مستوعب لهذه الأمور ويعانق أفكار محرجة مثلا في هذا الوقت سلطة وابن سينة دورا بداية بعلوب ابن الهيثم لأخير وحوالي 1220 بدأت حوالي ترجمة كتابات ابن رشد والتي كان لها وقع آنذاك لأخير فبرز أشخاص يسمونه رشديين نوعا مع في الفلسفة المشاية وآن ذاك نحن لآن عند بداية القرن الثالث عشر اتلع الفارابي الغزالي ابن سينة ابن الهيتم ثم شيء بعد ذلك بعيد ذلك ابن رشد إلى آخر والكنيسة لا زالت تصدر بعض الفتاوى مثل مثل فتاوى تحريم تداول هذه الأرقام الأرقام التي تكتبوها بها الآن واحد جوج ثلاثة تقول الكنيسة بتحريمها لأنها لأنها أرقام الكفار بين المزوجتين كفار شكلهم الكفار الموحدين والمسلمين إلى أخير إلى أخير إذا لاحظ اختلاط الأسلحة والأدلة والأمور وفي نفس الوقت حوال 1210 إلى أخيره صدرت فتاوى بعد فتاوى تحرم التطرق لبعض الأفكار الفلسفية المشائية ومن كان يروج هذه الأفكار الفلسفية المشائية ابن سيناء والفرابي وابن رشد لاحقا وخلال القرن الثالث عشر فتاوى شحال من فتوى ما حش عشرة ولا دا وأحيانا طبعا الكنيسة عندما تصدروا الفتوى فلها من يتابع هذه الأمور إلى أخيره وهناك من الأساتذة في الجامعة من يؤيدها وهناك لعبة القط والفقر ليس صدفة أن أكثر الفتاوى شهرة واحد الفتوى سنة 1274 وبعد ثلاث سنوات 1277 أكبر فتوى لتحريم مسائل نظرية فلسفية أغلبها من الفلسفة المشائية أريستو ابن روش للأبيقوريين كذا وكذا 1277 ليس صدفة أن هذه الفتوى ظهرت بعد موت الفيلسوف المسيحي توماس الأكويني توفي 1274 للأخير وكأن الكنيسة كانت تنتظر أن يموت هذا الشخص هذا الشخص لم يكن يعادي الكنيسة وهو نفسه كان شيئا ما يأخذ بأوليات الفلسفة المشائية إذن ما الذي جعل الكنيسة تتطبير وفاق؟ قلنا كأن قلنا كأن وما الذي كان تحبذ الكنيسة في فكري هذا الرجل هو أنه هاجم ابن رشد هاجم ابن رشد فالأمر يتعلق بتأويلات تأويلات النصوص الفلسفية ثم آنداك آنداك عندما مات تومس الأكويني بدأ التأويل التأويل الفلسفي الذي لا يروق السلطة الكنيسة بدأ يغلو قلنا تأويل ابن رشد وبدأ يبرز مفكرون أساسا شخصان واحد اسمته أماوري أماوري البيني ترلي أصله بلجيكي طبعا لمن تكون بلجيكة موجودة أنا ذاكي واحد آخر اسمته دينان الديناني كذفنا الديناني هذان الفيلسوفان تعرضا للقهر من طرف المتزمتين داخل الكنيسة هذان الفيلسوفان يؤولان حتى عرستو تأويلا يعني يأخذ بتصور تصور فلسفي وحدة الوجود تصور أنهم تصبح كأنهم يرفضون التأويل الذي تفرضه الكنيسة بكل تأويلاته بما في ذاكة مثل الأكوين بمعنى أنه عند منذ بداية القرن الثالث عشر بدأت تبرز أفكار تخرج عن السيطرة عن سيطرة الكنيسة عن سيطرة الكنيسة فبدأت طبعا مسألة تفاوض ومسألة المتزمتين الذين يميلون دائما إلى العنف طبعا الباباوية لأن الباباوية لا تنسى أن هناك الباباو وهناك مجلس مجلس الكرادلة مجلس الكرادلة الذي ربما عادة لما يكونوا متكون من سبعة أفراد وهم مستشارون مستشارون بدل بعضها فهؤلاء سبعة كما قلنا قد يغلبون أحيانا تأويل لاتجاه الغزالي على تأويل ابن الرشد مثلا أو العكس وقد يبرز أناس لاهوتيون يعادون الفلسفة المشائية حاصة في تأويلاتها نقول المادية أو المادانية ما تغيالست ولكن في نفس الوقت يشجعون على دراسة بعض العلوم لأنها تبين أنها ضرورية الحساب الهندسة البصريات والفلك والطب والمنطق بعد أن تبين لهذه النخبة أنها علوما يمكن أن تتناول باستقلال عن الفلسفة المشائية تذكر موقف الغزالي يقول هذه العلوم محايدة شيئا معه طبعا هو الغزالي أيضا يبالغ عندما ينهى عن التعمق في هذه العلوم وكذلك لتذكر موقف وهذا لاحق طبعا ابن تيمية إلى آخر أو يتعن في المنطق ولكن لا يتعن بنفس الحدة في بعض العلوم أقول بنفس الحدة وإنها على التعمق فيها إلى آخر فطبعا هؤلاء الكرادلة لهم تكوين وبعضهم يعرفوا اللغة العربية واللغة العبرية وربما بعضهم بدأ أين نحن عند بداية القرن ثالث عشر بدأ يبرز أناس يعرفون اللغة اليونانية وهم كل طبعا ولكن طبعا هم المستشارون غالبا إلى آخره إذن هناك نمو للفكري الفلسفي وهناك مراقبة من طرف الكني فالمسلة تتعلق إذن بموازين القوى وبما أن هذه العلوم العقلية أصبحت مطلوبة لماذا؟ لأن التقنيين والصناع يحتاجون إلى هذه الدراسات فحتى في المعمار لابد من معرفة الحساب والهندسة والبصرية الشئ الماء إلى آخر إلى آخر أي أصبحت أصبحت الوظائف التي تؤديها هذه العلوم ضرورية اجتماعيا واقتصاديا ترى هل بإمكان الكنيسة أن تحاربها؟ لا تستطيع بل عليها أن تحرص على تنقية بعض الأمور وكم ستنقي لا بد هل يمكن أن تمنع الطبيب من الإطلاع للفلسفة تذكر كلام جالينوس والرازي وبنسينا في أن الطبيب الماهر هو في نفس الوقت فيلسوف أو عليه أن يكون فيلسوفا ثانيا تلك الفتاوى التي كانت تصدرها الكنيسة قلنا أهمها سنة 1277 تركز على مثائل نظرية فلسفية من الفلسفة المشائية ويعني نقول أبي قوريا وإن كانت أبي قوريا شبه نوعا ما مجهول أنا ذات فلسفة المادية الأكثر تطرف في هذا الباب 1277 في نفس الوقت نجد بعض العلماء من داخل علماء الإلهيات يقبلون على دراسة بعض العلوم قلنا أساسا الفلك والهندسة والبصريات واحد تثبتوا واحد منهم كان ينظموا حتى اجتماعات من أجل التشجيع في تحصيل هذه العلوم فنترح السؤال لماذا بالضبط البصريات لأن البصريات قد خطت خطوات جبارة على يد ابن الهيثم إلى آخره وترجم وكان قد ترجم كتاب المناظر وتبين أن ابن الهيثم لم يكن فيلسوفا مشائي ولم يكتب الشئ الكثير في الفلسفة ركز على البصريات وعلوم أخرى طبعا ولكن البصريات هنا وعلم البصريات لم يكن ليخضع للوسائة الفلسفية المشائية لاحق إذن هؤلاء ولهذا قلت أن بعض المستشاري الكنيسة كانوا من الذكاء والاتلاع بمكان يشجعون على البصريات والفلك والهندسة ويراقبون الفكر الفلسفي تقريبا شيئا ما مثل المجتمعات الإسلامية إلى أخر كان هناك حتى الفقهاء أو بعض الفقهاء البعض يحرمون الفلسفة المشائية ولكن يتناولون بعض الأمور في البصريات بعض الأمور والفلكيات والهندسة إلى أخر إذن مسألة موازين قوى إلى أخر والجامعة تلعبت دور أساسيا في انتشار علم البصريات إلى درجة أنه خلال الربع الثالث من القرن الثالث عشر ظهرت كتابات في علوم البصريات والفلك كثيرة كثيرة العدد وأصبحت العلوم تترصخ شيئا معا في المجتمعات الأوروبية كيف كان التعليم قبل برز الجامعة وما الذي أتت به الجامعة من جديد في أمر التعليم من البحث هو سبق أن قمنا ببعض الإشارات كانت مدارس وقلنا أنها متنوعة ومحكومة بالتطور ومع تطور الجدل والترجمة أصبحت هذه المدارس تضيق على ما يصل إليها من محتويات لمدرسة تركز على التلقين وحتى من حيث المناهج في المدرسة لدينا مدرس وتلميذ المدرس يملي ويرشد التلميذ إلى قراءة نصوص مع إعمال ذاكرة إذن ترى أن أفق المدارس كان محصورا شيئا ما ومقيدا بطرق في التلقين نقول محافظة شيئا ما ولكن مع اتساع أعداد الأساتذ والطلاب ووجود أفكار عن طريق الترجمة والجدل لا تطيقها المدرسة أصبحت تلميذ لا يريد أن يستذكر المعلومة فقط أصبحت له أسئلة هاي أصبح جيلا بعد جيل يشارك في فحص المعارف المتلقات وطبعا عند أواخر الثاني عشر أصبح التلميذ عنصرا ساعلا لم يعد ذلك الشخص الذي يتلقى ساكتا فقط أصبح يريد أن يمحص وأن يشترك في بناء المعرفة وفعلا فعلا من بين المهام الأساسية التي برزت في إحضان الجامعة ترتيب أمور التلقين داخل المدرسة التي أصبحت في الطريق إلى الجامعة لنقول أن الجامعة هي تطور لبعض المدارس ففعلا أصبح هناك تركيز على بعض الأمور البسيطة بعض الأمور تبدو بسيطة مثلا مهمة جدا مثلا كيف تسوغ السؤال كيف تبني الجواب كيف تسوغ اعتراضا على فكرة ما أستاذ هذه معطيات أساسية جدا في بناء طبعا طبعا إذن هذه الأمور البسيطة تبدو بسيطة ولكن خطير جدا حيث ترتيب الفكر داخل الجامعة وترتيب العلاقة بين الأساتذة والطلاب ثم تدوين هذه الأمور لتصبح قوانين داخل الجامعة الشواهد مثلا البكالوريا الإجازة الماستر ثم الدكتورة لاحقا أصبحت ترتب ما هي المعايير التي يمكن أن تمنح شهادة لهذا التلميذ لا لذلك إذن مسألة الفرز في مستوى التلقين ومستوى والترقية الأستاذ ومرتبه أصبحت كلها مواضيع يتفاوض بشأن هائل إذن تنظيم هذه الأمور أصبحت موضوع نقيش وعندما تكونت الجامعة ونامت شيئا ما منذ أوائل القرن الثالث عشر أصبحت هذه الأمور من مكونات التعليم الجامعي لوكوتيو الدرس كويستيو السؤال السؤال الباحث السؤال الباحث ليس السؤال العادي إلى أخير ثم أرغوبينتاتيو ديسبوتا ديسبوتا هو المجادلة إلى أخيرنا أصبحت مواضيع تتناول ضمن التعليم الجامعي قلنا بالمقارنة بالمقارنة تذكر أننا قلنا أنه مثلا في السياق المغربي إلى حوالي 1350 1360 كانت هناك مناظرات في المدارس المرينية في المغربي ولكن بعيد 1370 كذا خفتت هذه المناظرات ولم يكن هناك نقاش لهذه الأمور كيف تطرح السؤال كيف تجيب كيف تعتارد كذا وكذا في الحين أن في الجامعات طرحت هذه الأمور ونقشت وقعدت وهذا قعدت مسألة مهمة جدا إذن هذه الأمور التي تبدو بسيطة هي خطيرة جدا من حيث تداول المعارف وهناك أمر خطير جدا أيضا خطير بمعنى عظيم مثلا تعطي مثال كتاب المناظر أنا أعود إليه لأنه كتاب غير عادي أعود إليه دائما في كل مناسبة كتاب المناظر البنين الهيثم والذي يقول أنه في سبعة أجزاء ومحتواه عظيم جدا من حيث المحتوى محتوى هذا الكتاب ورسائل أخرى بجانبها رسالة الضوء أدواء الكواكب وضوء القمر إلى أخرى كلها يعني مع كتاب المناظر ضل محتوى العمي البصارين سائدا ومتفوقا إلى ما بعيده العام 1600 تصور تصور تقريبا ستة قرون لم يؤتى بأفضل منها لم يؤتى بأفضل منها ما عدا في بعض التفاصيل مثل نظرية قوس قزح عند كمال دين فارسي ثم فريبورغي ثم بعض التفاصيل جزئية ولكن كمتن علمي من حيث المحتوى بالله والأغنى ولكن انظر في ترتيب المعارف في كتاب المناظر يعني نص متصل من حيث ترتيب الفقرات هناك كتاب الفلاني كتاب الفلاني نعم ولكن يعني الخطاب مرسل إلى درجة أنه يخيل إليك وأنت تقرأ هذا الكتاب وكأن هناك تكرارا مملا هو في الحقيقة ليس تكرارا هو حرص على إبراز مقدمات نتيجة مع وإن كانت المقدمات قد قيلت فيما سبق ولكن يحرص الإيتيان بها لكي يربطها بنتيجة الموالية إلى أخير ماذا نجد في أوروبا منذ حوالي 1260 1270 كان هناك على الأقل ثلاثة علماء ركزوا على البصريات المناظر من حيث المحتوى المعرفين ولكن هذه الكتب مرتبة التعريف كذا الأولية كذا المسلمة أي ترتيب العبارة والترتيب هذا يلعب دورا تربوي من أجل من أجل تسهيل المرور من قضية إلى أخرى لديك تسلسل بين أما مع ظهور اتباعة حوالي 1450 وتبع هذا الكتاب بعد ذلك سهل تناول المعارف أكثر إذن ترتيب العبارة والتباعة سهل تداول الأفكار العلمية أكثر بينما في العالم الإسلامي بقي الأمر غير مرتب حتى في الأدلة حتى في الأدلة من حيث غنى المحتوى المجادلات والمناظرات بين الشافعية والحنفية مثلا لنترك المالكية والحنبلي لأنهم يعني شوية تزمت شوية تزمت عندهم طبعا درجات ولكن المجادلات بين الحنفية والشافعية اغتنت بدرجتين مهمتين جدا في القرن 13 14 إلى 15 ولكن ما الذي يميزه التدليل في أوروبا أصبح الترتيب الأدلة بل وإعطاء أسباء للأدلة فيقول مثلا هذا دليل بالغلاتينية أرغومنتم أد أو أرغومنتم أد هومينم أرغومنتم أد باكلم أرغومنتم أد إلى أخير هناك تفاصيل أي في إبراز أنواع الأدلة وماذا يتميز به كل دليل هذه الأمور هي موجودة عند المسلمين بكيفية أبرز ولكنها لم تصنف والتصنيف يلعب أدوارا تربوية مهمة جدا إلى درجة أنه إن وصلنا بالنسبة للأوروبا أو خلقا 13 البصريات الفلك وقبل منتصف القرن الرابع عشر قبل منتصف القرن الرابع عشر يمكن أن نجزم بأن النخبة الأوروبية وفي علاقة مع الجامعة يمكن أن نقول ترسخت ما يمكن أن نسميه بملامح العقلية العلمية العقلية ليس بالمعنى الدارج عقلية فلان العقلية بمعنى راشناليتي غاشناليتي ليس الذهنية ترسخت مبادئ العقلية العلمية والأسماء هنا عند منتصف القرن الرابع عشر الأسماء بالعشرات اسماء علماء حقيقيين بل بل وبدأت تبرز أفكار واضحة تقول بصراحة ليس من شأن الكنيسة أن تتدخل في الشأن العلمي لاحظ هذا الوضوح عبارات واضحة نجده عند أكام عند بوريدان وآخرين رغم أنهم من داخل الكنيسة إلى خلي العلم تمشي مستقلة شيئا ما وهنا دور الجامعة فأصبحت سلطة سلطة مستقلة شيئا ما طبعا الاستقلال بصلاة نسبية ولكن أساسا كخزان للعلوم وضامنا للاتصال بين الأجيال وتستير هنا الجامعة ضاع من الاتصال بين الأجيال تذكر أننا قولنا كان مشكلا مشكلا في المجتمعات الإسلامية مشكلة الاتصال بين الأجيال الجيل اللاحق لا يأخذ بكل إنجازات الجيل السابق عند في أوروبا أصبحت الجامعة تضمن هذا الاتصال والتطور هل يمكن اعتبار هذا المعطى المعطى الاتصال بين الأجيال من أبرز المسائل التي ميزت الجامعة الأوروبية عن نظيراتها في ثقافات الأخرى هو ما نحن بصدد قوله فأتينا بمثال المدارس المارينية قلنا حال المدارس حوالي 1340 أحسن من حالها عام 1390 بركة غير الملاحظة لها دلالة أستاذي وأريد أن أطرحه حتى لا يحدث لي قطيعة على مستوى وفهم مجرى في هذه المراحل أساساً ما بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع ما بين فترة كانت فيها الجامعة وكان فيها المفكرون يخضعون لسلطة أو لصراع ثناء بين الكنيسة والدولة وكانوا يخضعون أيضاً للإضطهاد وبين فترة سادت فيها الجامعة وتمتعت ببعض الاستقلالية كيف تحولنا كيف ترأى هذا التحول يعني من فترة يغلب عليها العنف في بعض الأحيان إلى فترة تتمتع فيها الاستقلالية ببعض تتمتع فيها الجامعة عفوا لبعض الاستقلالي هو العوامل العوامل كثيرة أشرنا إلى الترجمة وتطور الجدل وهناك عوامل أخرى التساؤل حول السلطة كسلطة السلطة كسلطة فمثلا إلى أواخر القرن الثالث عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر زمن ألبيرت الكبير توماس الأكوينين توماس الأكوينين عنده واحد كلمات طبعا صعب الاستحضار كل الأسماء كانت الكنيسة تحرص على فرض سلطتها ولكن مع الترجمة مع بروز أفكار سياسية أفلاتون أريستو أفكار حول الديمقراطية حكم الأغلبية والأقلية والحكم الديني الاستبداد الأرستقراطية كل الشعبوية كل هذا الأمور دخلت إلى الجامعة جيلا بعد جيل أين نحن أواخر القرن الثالث عشر سنة بعد سنة يقرأ الناس أفلاتون أريستو الفارابي ابن رشد فتظهر نخبتون تنتقد سلطة الكنيسة بعبارات واضحة بل ومن الفلاسفة المفكرون مثلا الأكامي ويليام الأكامي فيلسوف له كتابات في المنطق والفلسفة الطبيعية ومجادلات مع مثلا مفكرين أخذوا بأفكار بن سينا والأخير مجادلات فلسفية هذا الفلسوف العالم وكام أحد بما يسمى التيار الإسماني الذي لعب دورا مهمة جدا في الفكر العلمي خلال عشرين سنة الأخيرة من حياته تصور بعد أن سطع نجمه كمفكر وعالم خلال عشرين سنة من حياته الأخيرة انشغل بتوجيه انتقادات لاذعة لسلطة البابوية بعد أن سطع نجمه كعالم وفلسوف ركز على انتقاد البابوية والبابا شخصيا واتهم البابا شخصيا بأي تهمة الهرطق التي طالما استعملتها البابوية ضد معارضيها وأصبحت الآن أصبحت التهمة موجهة لشخصه ثم ليس صدفة أن يلتقي الأكامي هذا فيلسوف شاب آخر مارسيغلوس البادوفي من بادواء تعلم في بادواء وأصبح شغله الشاغل لم يكن فيلسوف كبير لم يكن عالما كبير ولكن صب نقده عن الباباوية والبابا شخصيا واتهمه بنفس التهم الأخير بل وكتب كتابا متفردا عشرته إليه في كتابات أخرى ثم يخرج الكتاب في هذه الأيام مارسيليوس البادوفي هذا كتب كتاب من عنوان المدافع عن السلم وحوالي يظهروني ألف لاحظ التواريخ ألف وثلتمية وربعة وعشرين لاحظ التاريخ أي أوائل القرن الرابع عشر بعنوان المدافع عن السلم وجل محتوى الكتاب هجوم على الباباوية وعلى سلطة الكنيسة طبعا من داخل هو أيضا كان مسيحي نوعا مع ولكن يؤمن بسلطة أرستو والفرابي وبن ورشد الأخري الأخري وبعيد هذا نشر كتيبا صغيرا عند نهاية حياتي كتيب صغير سماه المدافع الصغير المدافع الصغير يتطرق فيه لأمور الحساسة اجتماعيا مثلا يدافع فيه عن أمور حول الزواج والطلاق تعرفون المسألة البسيحية بعض الرجال الدين محرومون من الزواج الطلاق وحرام هو فتح المجال لهذا النقاش الأخي الأخي إذن لم يكن استقلال الجامعة النسبي طبعا بمعزل عن بعض ما كان يجري في الفضائم السياسي بل ودافع الاثنان وبرزا مفكرون آخرون يدعمونهم يدعمون الشخصين المغكورين عندما دافع عن الملك الفرنسي الملك الفرنسي المسمى شارل الرابع شارل فيليب لبال عفوا فيليب الجميل فيليب لبال دافع عنه في صراعه ضد الكنيسة وإن كان الاثنان فيليب لبال هذا اشترك اشترك مع الكنيسة في القضاء على تيار فكري قوي جدا آنذاك وما يسمى بأصحاب المعبد فقتل من بينهم مئات إلى أخي الأخي إذن أحيانا السلطة المدنية والسلطة اللي باوتة تلتقي في بعض الأمور عندما يتعلق الأمر بعدو مشترك ولكن يسود العداء في بعض الأمور إلى أخير إذن كانت هناك صراعات ثم بعد فيليب لبال ملك ملك بافاريا كان في الصراع مع الكنيسة أيضا خدم هؤلاء ملك بافاريا ضد سلطة الكنيسة إذن مسألة موازين القوة ولكن بما أن كان هناك كانت هناك الصناعات والفنون تنمو يوما بعد يوم أصبحت ضرورات اجتماعية تفرض دعم الجامعة في استقلاليتها النسبيا شيئا ما يطلح لأنك سيرورة تاريخية تفرض تفرض منطقا معين على هذه الأمور هل يمكن القول أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في تطوير النظرية العلمية في هذا الباب بالطبع عن طريق نجاحها في استخدام هذا الصراع ما بين الدولة بالمعكوفتين والكنيسة وتحويله إلى صراع في صالحها بالطبع هذه بسألة كانت كمفاوضات على إثر كل صراع يتم ترتيب مفاوضة وطبعا المفاوضة من المنتصر فيها المتمكن من آليات الجدل والإقناع فهنا الجامعة التي ستبرز في هذا الباب هل يمكن أن نقول أن المفكرين من العالم الإسلامي يعني كانوا هم الذين أضطروا بشكل أبرز في تطوير الفكر الأوروبي بدون شك ذكرنا قسطنطين الإفريقي ولكن قسطنطين الإفريقي يقول أنه من تونس ولكن مسيحي وهذا الأمور طبعا فلان مسيحي فلان مسلم فلان يهودي طبعا أمور نسبية تعرف مسائل المعتقد ليست دائما بالوضوح الذي نعتقد أنه واضح لا شك أن للفرابي وبن سينة وبن هيثم دور في النهضة الأوروبية ولكن إلى أي مدى إلى أي كذا فهنا يختلف الناظرون وقلت لا زال المستقبل سيكشف لنا عن بعض المخطوطات وبعض المؤسسات وبعض الناقلين لأفكار حتى من طرف التجار سبقا كنا بأن التاجر لم يكن يحمل بضائع فقط يحمل أخبار وكتب إلى أخير فإذن تظل كل تقييماتنا يعني قابلة للإغناء والإثراء إلى أخير وصلنا الآن إلى مرحلة مهمة جدا في تطوير نظرية العلمية الأوروبية ولكن يستدعي مننا حيز الحلقة أن نتوقف عند هذا الحد على اعتبار أن ننتقل أو نطور النقاش بشكل أكبر لأنه مهيد لمرحلة مهمة جدا تسمى بالفاعلية العلمية إلى ذلك نشكرك جزيلا شكرا أستاذ بن نصر على كل هذه التوضيحات التي بدون شك تساهم في تنوير أو إنارة الطريق لكل باحث في مقدمتهم أنا تساهم في تضيح الرؤية بشكل أكبر من نسبة لي في محاولتنا للطلاع ولفهم سيرورة تطور العلوم في كل مرحلتنا أشكرك جزيلا شكرا لكل هذه التوضيحات شكرا وإلى حلقة مقبلة مقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا متابعين الكرام ونضرب لكم وعيدا في الحلقة القادمة لننتقل إلى مرحلة جديدة وغنية وشيقة للغاية في تطور العلوم خصوصا في المرحلة الأوروبية شكرا على متابعين شكرا